اخذ حضراتكو من هذه المعركة لمعركة اخرى مهمة جدا وهي ما حدث خلال الايام الماضية ما بين فلسطين غزة المقاومة واسرائيل لان الموضوع الحقيقة مركب ومعقد جدا احنا مفروض نبقى فاهمينه بهدوء كده وبالراحة وانا هاعتذر لحضراتكو اعتذار واضح وصريح لكن لضرورات اعلامية وزي بقولوا الدرورات تبيح المحذورات انا هاعرض جزء من كلمة قالها المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال افخاي ادراعي اللي هو انا بيحلو لنا نسميه شكوك وجيش الدفاع او شكوك وجيش الاحتلال ومش جيش دفاع ولا نيل شكوك وجيش الاحتلال لانه الواد بيطلع رجوز العبان يعني بيعد يستخدم حيال كثيرة جدا عشان يوصل وجهة نظره الباطلة فانا لازم اوري لحضراتكو هو بتكلم ازاي عشان هنبني على كلامه ما سنقوله في هذا الموضوع لكن انا بعتذر يا جماعة بعتذر انه على شاشتي على شاشة تسعين دي يعان يظهر هذا الوجه القبيه فخلينا نسمع شكوك جيش الاحتلال الاسرائيلي بيقول ايه وبعدين نتكل كيف اصبحت الهزيمة والضربة التي مونيت بها حماس وتكبدتها حماس الى نصر مزعوم تحتفله في الشوارع غزة هذا شيء مستحيل من رابع المستحيلات وكأنها انتصرت وكأنها حققت شيئا ما لشعب غزة وكأنها تمكنت من تحقيق انفراغة ما صورت حادثة معينة خطيرة من وجود نظارنا ارسلت هذا الفيديو الى الجميع واحتفلت وكأنها تحتفل بما هذا اول شيء بعد ذلك بدأت باطلاق هذه رشقات الساروخية الواسعة على الاهداف الاسرائيلية وماذا حققت كتبت اطلقنا هذا الكم من السواريخ على الاراضي الاسرائيلية ولكن نسيت ان تخبر سكان غزة ما هي نتيجة هذه القضايا في الساروخية يعني كمية كمية زرف كمية زرف غير طبعي اقول لكم ليه بقى دي جبنا دا الدربة المراضي لاسرائيل على المستوى يعني العسكري والمستوى السياسي موجعة جدا الاخ دا بيحاول يعمل ايه اولا عندما يعلن عندما يعلن ليبرمان وزير بيسموه وزير الحرب اللي هو وزير يعني الدفاع عندهم عندما يعلن استقالته يعلن استقالته اليوم هو قال ليبرمان قال انا بعلن استقالتي من منصبه كوزير للدفاع في حكومة نيتنياهو اعتراضا على تسبيت الهدنة على تسبيت وقف اطلاق النقر وانه اسرائيل بكده تخضع واسرائيل بتنكسر فهو مش عجب الحقيقة انه ليبرمان عندما يستقيل اليوم فهو يستقيل وكأن ذلك اعتراف واضح جدا بيه فشله وبيهزمته لانه العملية اللي كان بيعملها في خان يونس فشلت فشلت هو راجل وزير وزير قد الدنيا يعني ووزير حرب وبتاع الافخاي ده بيحاول يصور ليه العرب ويصور الناس اللي بيكلمهم ان الاعتداء بدأ من حماس او من المقاومة افوا سيرتهم بتخلي واحد يشرب فقال انه المقاومة المقاومة ضربت اوتوبيس ونسي هذا الدجال انه هذا كان ردا بعد ان قامت قوات امنية تابعة لاسرائيل من دخول خان يونس لتنفيذ عملية اغتيال لقيادات من القسام القسام من كتاب القسام لكن فشلت العملية واشتبك معاهم عناصر من المقاومة وبدأ يبقى فيه سواريخ بتطلع من غزة ورد من اسرائيل بالطيرات فاسرائيل هي التي اعتدت وهي التي بدأت بالاعتداء لكن المضلل افخاي طالع يقولك انه حماس تحتفل بنصر مزعوم وان هي اللي بدأت عشان يبرر الدربات لكن الواقع والحقيقة ان اسرائيل هي اللي بدأت كانت تنفيذ عملية وفشلت ثم توالى الفشل حتى قادة لبرمان الى ان يستقيل من منصبه طيب لبرمان ده حقيقة الاول الاول حماس هم بيحتفلوا بانتصار اه بيحتفلوا بانتصار لان هم اربكوا المشهد السياسي الاسرائيلي الان وهو اللي حضراتكو اربكو ازاي فلما يطلع الافخاي ده هو بيحاول يشوشر على الحالة الاعلامية اللي عاملها حماس وان هي حققت انتصار على اسرائيل مش عجب مش عجب فطالع باستخدام الحالة الفجة بتاعته دي عشان يشوشر على هذا الاحتفال اللي بتقوم به المقاوم طيب في اسرائيل عندنا موقفين عندنا موقف ليبرمان وعندنا موقف نيتنياو ليبرمان الراجل هو زعيم حزب اللي هو اسمه اسرائيل بيتنا ليه حوالي سبع مقاعد في الكنيسة والسبع مقاعد في الكنيسة دول انتو عارفين حزب اسرائيل بيتنا ده هو يعني اكتر اعضاؤه من اليهود الروس اللي هم بيقاعدوا اهو قاعد النهاردة بخيبة تقيلة هذه هي صورة الخيبة الثقيلة التي مني بها ليبرمان صورة معبرة جدا يعني جدا فليبرمان استقال هيرجع كعوده في الكنيسة طب هو استقال من الحكومة وكان عامل اقتلاف معه لدنياه هل ده يدعو الى اجراء انتخابات مبكرة يمكن ان تحدث انتخابات مبكرة في اسرائيل بس ما تيجي عند نتنياهو تلاقي الوضع مختلف شوي ليه اولا نتنياهو لما تكلم وارونا جماعة هو قال قال ايه كده يعني غرد على حسابه في تويتر قال حاجة قال بما يتعلق بامن اسرائيل فان الخفي اكبر من المكشوف وبعدين بجلافة كده يقولك اعداؤنا توسلوا لوقف اطلاق النار وهم يعرفون جيدا السبب لذا لن افصح عن مخططاتنا للمراحل القادمة سنحدد الظروف والجداول الزمنية المناسبة لاسرائيل والامن المواطني وبعدين يعني فهنا نتنياهو كما صرح هو قال انه انا لن اخذ القرار لن اخذ القرار السهل ولكن ساخذ القرار الصائب بالنسبة له اللي هو ايه اللي هو مش هيدخل في حرب في غزة الان عايز اقول لكم على حاجة انه السكان الجنوب في اسرائيل الوقت الاسرائيليين عاملين مظاهرات وبيتهموا نتنياهو بانه جبان وبانه خائن وبانه باعهم لحماس لانه كان مفروض يشن ضربات عسكرية عليهم في القطاع انتقاما منهم لانه في اسراء ناس اتقسرت وناس اتقتلت هم بتكلم عن حرب عن مواجهة عن دولة محتلة لدولة فما فيش دلع يعني يعني ايش يقولك بتكلم عن القتل وبتكلم عن الاسراء وبتاع في دولة محتلة لدولة اخرى والدولة الاخرى دي لا تملك الا شوية مقاومة بسلاح بدائي جد فنتنياهو الجنوب بتاعه بتهمه بانه خائن وانه عميل وانه جبان وانه لم يعني ينتقم او يأخذ بحق هؤلاء وده اللي بيلعب عليه لبرمان لانه قاعد الوقتي في اخر حاجة حتى كتبها بعد استقالته قالك ان انا متعاطف مع اهالي الجنوب دول اللي يعني تحملوا نتيجة لكن محدش بيدفع عنه طيب هو نتنياهو مش هيحارب مش هيدخل في حرب مش هيدخل في حرب مع غزة لانه نتنياهو بالنسباله اقرب الى تكسيح غزة يعني هو مش عايز يدخل معاها في حرب لكن يوجه لها ضربات تضعفها تضعفها ولذلك تلاهوا ايه كل سنتين تلاتة كده في ضربة كبيرة واسكتوا لم يفكر نتنياهو او غيره انهم يدخلوا ويحتلوا غزة وده السبب ديني لانه في التوراة عندهم غزة ليست جزء من ارض المعاد فهو مش في دماغه يعني الغزة انه يقعد فيها ويحتلها مش في دماغه لكن يسيبها سنتين في حاجات تقوم لانه الضربة الاخيرة دي اللي وجهت قبل كده كان بيدرب بشكل عشوائي المرة دي كان فيه ضربة نوعية وقصدت بها اهداف بعينها لاضعاف غزة وبعدين ما يسمحش بدخول الفلوس لغزة يعمل لها مشكلة لانه عايز هذه المنطقة تفضل ضعيفة طول الوقت فده نيتنياو اللي لفت انتباهي قالك قالك انه فيه حاجات فيه حاجات اصرار لا يمكن ان نفسح عنها الناس مش عارفاها وانه مش هنقولها صحيح انا استغربت انه الحاجات دي ما بيقولهاش لوزير دفاعه ازاي ما يقولهاش لوزير دفاعه عشان يبقى هذا رأيه واحد لكن انت شايفين يا جماعة والاسف الشديد احيانا بندرب المثل باسرائيل الكلام ده لو اتقال هنا وطلع لما بيطلع الرئيس او يطلع رئيس وزراء يقولك انه فيه اشياء ما ينفعش نفسح عنها او ما ينفعش نقولها فتلاقي الناس يعني ايمة وتسأل وتستفسر وتستغرب وتعمل حرب نفسية على البلد الدولة يعني دولة هم نجحوا في حاجات كتير الدولة يعني دولة ولذلك المشهد النهاردة لازم نبقى بصنله بشكل صحيح فيه حرب هتحصل لا مفيش حرب هتحصل بشكل كبير المقاومة انتصرت المقاومة انتصرت وعايز اقولكو على حاجة عشان بس الناس تبقى فهمة الموضوع ممكن نبقى عندك اختلافات مع فصائل في المقاومة الفلسطينية مع حماس احيانا مع الجهد الاسلامي احيانا يعني ممكن تبقى على خلافات وممكن تبقى فيه حاجات ما تعجبكش لكن الاصل الاصل انه فيه مقاومة ضد دولة احتلال ضد دولة احتلال اصابنا رزاز كتير في فترات سابقة بس كانت مصر طول الوقت مساندة للقضية الفلسطينية ولذلك انا استغربت مثلا لما لقيت طرح حجي يعني الذي يقدم نفسه على انه مفكر مصري كاتب على صفحيته حاجة غريبة جدا يعني استغربتها شوية اللي هو يعني كاتب يقولك تعاطفي مع غزة يساوي صفر ومن يتعاطف معهم اقترح علي مغادرة ازيز صفحة بصرف النظر يعني مغادرة ازيز صفحة انت عامت صفحتك في الفور سيزون يغادرها يغادرها يعني مش دي الازم لكن فكرة تعاطفي مع غزة صفر هنا ازمة مصر في النخبة السياسية والنخبة الثقافية ومن يقدمون انفسهم على انهم مفكرين ايه يا جماعة انه احادي الاتجاه يعني ما بتبقاش ما بتفصلش ما بتفصلش وانت بتفكر انه في قضية اسمها القضية الفلسطينية وفي بلد محتلة وبلد ضاعت وتصرفات بعض الفصائل اللي ممكن تبقى مختلف معاه يعني انا اه ممكن اختلف لكن مش معنى انه انا ما يبقاش متعاطف مع غزة او مش متعاطف مع الضفة او مش متعاطف مع اي مكان في فلسطين لانه انا مختلف سياسيا مثلا مع افراد المقاوم خاصة انه مصر الان لها يد ويد كبيرة جدا فيما يحدث في فلسطين وكانت صاحبة الفضل الكبير في واقف اطلاق النار وتثبيت الهدنة ويمكن هيكون يعني ده جزء من حوارنا النهاردة مع العميد خالد عكاشة اللي هو ضفنا الرئيسي في حلقة اليوم عن الاثنين وسبعين ساعة الاخيرة دول ايه اللي حصل فيه احنا النهاردة هنحتفل مع العميد خالد عكاشة بافتتاح مركز هو احد بيوت التفكير المصرية القادمة بقوة اللي هو المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية مركز بحسي جديد بيرقسه خالد عكاشة يمكن لأول مرة هنبقى بنتكلم عنه والناس تتعرف على هذا المركز بس هيبقى فيه محور ايه اللي حصل فيه فلسطين فعدم الفصل ده عدم الفصل ما بين موقفك الوطني من قضية فلسطين وموقفك السياسي اللي انت بناء عليه بتختلف مع سين او صاد او عين او لام او 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 دي اللي مضيعت دول ليه سوابتك انك مع فلسطين البلد التي تم احتلالها من الدولة القمعية الاستبدادية المحتلة اللي هو انت تقعد تقول من تفتح القوس وتحط كل الصفات السيئة في التاريخ لهذه الدولة الاستطانية المحتلة يعني ببساطة مش هيضيع منن حتى انت ممكن تقول لي طب انت بتقول الكلام ده ومصر يعني بتكلم عن السلام ايه ما هو السلام بس يقولك السلام العادل يعني عشان نعمل سلام مع اسرائيل فتاخد كل اللي هي عايزاه لا ما تاخدش كل اللي هي عايزاه في حقوق لازم الناس هتوصل لها وعايز اقولكو انه يعني ما لم يؤخذ بالحرب هيؤخذ بالسلام هيؤخذ بالسلام يعني دامش عكس دام بتقول لي انت مع المقاومة وفي نفس الوقت بتقول السلام اه طبعا لانه هذه المقاومة هي اللي هتقودنا في الاخر الى ان تخضع اسرائيل للسلام زي ما حصل فيه 73 73 يا جماعة الرئيس السادات لما قابل كيسنجر اللي كان وقتها وزير خارجية في الولايات المتحدة فكيسنجر الرئيس السادات بيقول له عايزين اتفق مع الاسرائيليين على كذا وكذا وكذا فكيسنجر قال له طب يعني الاسرائيليين يقبلوا الجلوس معك وانت مهزوم ازاي انت هتقدم لهم ايه ترجل مهزوم وكانت دي النقطة اللي الرئيس السادات ادرك انه حتى يحصل على حقه لابد ان ينتصر اول فالحرب الحرب في الاخر عشان تجيب السلام مفيش حرب دائمة فالمقاومة النهاردة لما بتعمل ده ونسني على المقاومة ده مش معناه ان احنا ضد السلام عشان الامور تبقى ليه لان انت عاوز تاخد كتلة واحدة يعني انت عاوز ايه يعني نبقى مع الحرب يعني نبقى مع السلام لا يا سيد انت بتمشي في الحرب عشان تصل الى السلام الحقيقة المشهد ده مشهد مهم جدا يمكن فيه تاريخ العلاقة ما بين الفلسطيني واسرائيل او المقاومة الفصائل المقاومة واسرائيل لانه متداخل فيه ما هو عسكري بما هو سياسي انت اثرت اثرت فيه التركيبة لانه الوقتي اهو نتنياهو ممكن يلم اشلاؤه بعد انسحاب ليبرمان بحزبه اللي هو اسرائيل بيتنا من التحالف مع نتنياهو فنتنياهو هيبقى عاوز مقاعد لانه حزب نتنياهو اللي كود عنده حوالي واحد وستين مقعد في الكنيسة ليبرمان هيطلع بالسبع مقعد بتوعه بس هيسيب المنصب اللي هو وزير الدفاع هيبقى معها نتنياهو اللي هو محتفظ اساسا بمنصبه كوزير خارجية بالاضافة الى منصبه كرئيس وزراء هيبقى عنده منصب هيجيب بيه حزب تاني صغير كده ملوش اي لازمة يتحالف معاه ويمنح احد اعضاء هذا الحزب في الكنيسة حقيبة الدفاع ويدخل معاه فممكن يعد من المأزق ده فيه فيه ربكة حصلت وفيه هزة حصلت وفيه انتصار اتحقق وفيه فشل منيت به الالة العسكرية الاسرائيلية امام هذه المقاومة رغم انه امكانياتها مش مش ضخمة